بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسمي محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يتابع الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي تتحدث عن الفرج وعن الانتصار والضفر والفلاح يجد أن هذه الأمور لا تحصل اعتباطاً كما أنها لا تتأتى إلا من خلال دفع أثمان باهظة في طبيعة المنتصرين أو في طبيعة الظافرين لا يوجد هناك ظفر أو نصر أو فلاح إلا من خلال وجود عدة عوامل من شأنها أن تجعل الأمة الظافرة أو المنتصرة أو المفرج عنها لها قابلية في أن تتحدى الصعاب تواجه الصعاب ومن ثم حينما تصل إلى الظفر أنما تصل من خلال الوضع الموضوعي أو من خلال المواصفات الموضوعية لقضية الانتصار بمعنى أن الانتصار أو الفرج لا يتأتى من عوامل اعتباطية ولا يحصل فجأة وإنما إما هناك انهيارات في داخل العدو تؤدي إلى هذا الأمر أو هناك ارتقاء في داخل الأمة الظاثرة أو الأمة المنتصرة ارتقاء في القدرة ارتقاء في الاستعدادات والإعدادات وما إلى ذلك تؤدي بها إلى أن تصل إلى الحالة التي نسميها نصرا أو ظفرا أو فرجا أو ما إلى ذلك ومما لا شك أن القضية المهدوية هي ليست استثناء من هذه المعايير وإنما هذه القضية مع أنها مقدسة مع أنها صاحبة الأمل الكبير في رسالة الأنبياء وفي رسالة الأمة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ولكنها مع ذلك لا يوجد فيها استثناء بحيث أننا يمكن لنا أن نقول أنها تتحدى السنن التاريخية وتتحدى السنن الموضوعية لحراك الأمم ويتأتى لها النصر والفرج بناء على معايير مجهولة أو بناء على معطيات لا تتحصل في داخل الأمة من دون ذلك لن نتمكن لا من تفسير لماذا طالت هذه الغيبة كل هذه المدد باعتبار أن الغيبة إما أنها تريد أن تحقق وجوداً اجتماعياً يناصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الوجود الاجتماعي إذا كان مطلوباً فلأن النصر والفرج مبني على أساس العوامل الموضوعية التي أشرت إليها أما الذين يتحدثون عن الاعتباط أو ما يعبر عنه ذاك الذي سأل الإمام الصادق عليه السلام بأننا نرجو أن تسير هذه الأمور بطريقة عفوية لا بها سفياني لا بها فلان لا بها حرب فلانية لا بها أذى كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه شنو كان جوابه؟ جوابه بالعكس تماماً لا والله لا يكون هذا الأمر حتى تذوق ونذوق العرق والعلق العرق والعلق هو طبيعة ما نشير إليه بالمواصفات الموضوعية أو بالشرائط الموضوعية التي تؤدي إلى الفرج عملية الفرج أقدر أقول على المستوى الرياضي هي عملية تراكمية لأسباب لقدرات لكنها تنتهي إلى تحول من التراكم إلى حالة النوع بمعنى أنه أنا مرة أجمع لي ألف نفر أجمع ألف نفر وذول الألف نفر هي عبارة عن إضافة واحد إلى واحد إلى واحد إلى أن أصل إلى الألف لكن مع كل واحد من هؤلاء هناك طلقة هناك سهم هناك قطعة من حديد حينما يتكاتفون فيما بينهم يتحول الرقم الكمي إلى حالة نوعية يمكن لها أن تساهم بإيجاد التحول الكيفي من الحالة الاجتماعية المتردية إلى الحالة الاجتماعية التي تحقق النصر أو الظفر أو ما إلى ذلك ولذلك تعبير القرآن الكريم حينما أشار إلى الفلاح قال أو طالب بهذه العملية طالب بالصبر والمصابرة والمرابطة وهذه كلها عوامل تدخل في سلم السنن الموضوعية يعني الصبر والمصابرة الاجتماعية أن المجتمع كله يعيش حالة الصبر والتحدي وما يعني ذلك من دفع الأثمان ومن تحمل الضرائب وما إلى ذلك ثم مواجهة العدو المرابطة في الثغور وما إلى ذلك مع وجود حالة التقوى التي تهيمن على كل هذا المشهد عند ذلك قال القرآن لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا الوصف حينما نريد أن نطالع من منظاره لرواياتنا التي تحدثت عن الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء يمكن لنا أن نجد له مصاديقا متعددة على سبيل المثال حينما يشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى طبيعة المشرقيين الذين سيؤدي حراكهم إلى حالة الثرج لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه والتي يشير بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى أنه والله لو كنت في ذلك الزمن لستبقيت نفسي إلى الإمام هذا التعبير الفرج واستبقيت نفسي وما إلى ذلك يأتي من بعد ماذا من بعد ميران طويل مع فتن مع بلاءات فيها تعبير عن حمل السلاح وفيها تعبير عن قتلاهم شهداء وفيها مماحكات وجدل يطالبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه هذه كل الحالات التي يشير إليها الإمام هي عملية اختصار للسنن الموضوعية التي تؤدي إلى حالة الفرج الذي أشار إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بل نفس خروج الإمام بأبي وأمي لا يتأتى إلا من خلال السير هذه الأمة في جملة متعرجات في جملة بلاءات في جملة امتحانات خلاصتها أن تتهيأ الأمة لتتناول طعم الفرج ولتصل إلى هذه الحالة وإلا لماذا يوضع في طريق الفرج السفياني على سبيل المثال السفياني بوابة ممقوطة جدا ولكنها وضعت وكأنها الحلقة الأخيرة في دائرة ابتلاء الأمة التي تريد أن تنصر آخر بلاء تجرب به الأمة ويعاين صبرها ويعاين قدرتها على تحمل أعباء الفرج جعلت قصة السفياني وطبيعة ما سيجري بينه وبين هذه الأمة وقد وضعت كل هذه التصرفات في إطار البداء أي أنها يمكن أن تتعاظم إذا ما تخاذلت الأمة وكما أنه يمكن أن تختزل فيما إذا كانت الأمة قد استعدت قد أعدت واستعدت وما إلى ذلك مع أن السفياني هو من المحتوم ولكن التفاصيل التي ذكر أنه سوف يفعلها وما إلى ذلك كلها في دائرة البداء وتعريفنا للبداء ليس إلغاء وإنما هو ترك الأمر إلى طبيعة إرادة الأمة إلى طبيعة استعدادات الأمة إن تخلفت إن كانت لا أبالية عند ذلك ستعطي من نفسها لعدوها وبالنتيجة سوف ينال منها ما من شأنه أن يحقق له ضفرا وأن يحقق لها انتكاسة وذلا وما إلى ذلك والعكس صحيح أيضا أي أنها لو استعدت إذا كانت الأرقام بالآلاف ستختزل إلى المئات إذا كانت بالمئات ستختزل إلى العشرات أو تنتفي هذه الأرقام ويكتفى بأصل الحدث أصل الحدث حصوله محتوم لا شك ولا ريب لكن مهما يكون هذه التداعيات حينما يشار لها يشار لها من خلال هذه القضية الأساسية وهي أنه لا فرج ولا ضفر ولا نصر إلا من خلال معايير يجب أن تتواجد في الأمة التي تريد أن تنتصر حتى تصل إلى بوابة وعتبة النصر والضفر والفرج وما إلى ذلك في هذا المجال يمكن لنا أن نرى أو أن نراقب واقعنا من خلال جملة من الأحداث ومحاولة أو تقريب ما يجري فعلاً مع طبيعة هذه الشرائط التي أشرنا إليها ومع طبيعة الروايات التي رؤيت على أقل التقادير اليوم سأتناول وبشكل سريع لثلاثة روايات أو لثلاثة محطات في هذه القضية لنرى طبيعة الواقع وحراك الواقع إن كان في سبيل لا زال متجها بنفس الاتجاه الذي سبق أن أشرنا إليه بعشرات المحاضرات وقلنا بأن الأمة تتقدم بخطى سريعة جداً باتجاه الفرج الموعود وأن الروايات يعني طبيعتها تتحقق نراها في آفاقها وما إلى ذلك أو أن ثم تتخلف وتراجع عن ما كان سبق أن أشرنا إليه لا سيما وأن بعضاً من هذه الأحداث ربما توحي للرائي في الوهلة الأولى بأن الأمر لم يكن كما كان سابقاً يعني القضية السورية فتنة سوريا كان يعني الإشارات الروائية تشير إلى أنها كل ما قيل هدأت انتشرت وطمت أو كل ما قيل بأن الفتنة انتهت وإذا بها تتسع وما إلى ذلك اليوم وضع سوريا بدأ يميل إلى حالة الهدوء وإلى حالة يعني الدول تراجعت ومناك مراجعات كبيرة جداً والسؤال هل أننا لازلنا في نفس المسار أم أن هذا التراجع تم التغافل عنه وتم يعني عدم الانتباه إليك في حالة الحجاج وطبيعة صراع الأمراء فيما بينهم الصورة المعطات الآن في ظاهرها أن الأمراء تحالفوا ضد الأمريكيين وبدأوا ينشئون علاقات جديدة وصداقات جديدة وما إلى ذلك إذن ما الخبر هل تم التراجع عن الحالة الأولى وبالنتيجة كل الحديث عن أننا في عاطر الظهور أو في عشية الظهور قد أصبح في خبر آخر وفي وضع آخر ونفس القضية حينما ترى أحداث فلسطين وتجد هذه العجرفة الصهيونية حالة التمادي الاعتداء وما إلى ذلك وما قد يصوره الإعلام الصهيوني والمتمالئ معه من أن هناك كسرة كبيرة وهناك قوة كبيرة يبديها الصهاينة وما سبق أن تم الإشارة إليه بأن هؤلاء تنحط قواهم وأن هؤلاء سوف ينهارون وسوف يضعفون وبالنتيجة والحديث عن الكيان المزال والكيان المختصب وأن أوانه قد حان لأن يزول وما إلى ذلك الصورة الموجودة للوهلة الأولى تشير إلى أن هناك ربما تراجعا لصالح الصهاينة وليس تقدما لصالح قوى التمهيد إلى الإمام لقوى الاقتدار الأمة وصبر هذه الأمة أين نحن من كل ذلك وحقيقة أنا لا أجد أي تراجع في المسارات بالعكس كل هذه الأحداث تعطينا صورة واضحة جدا بأننا لازلنا على نفس المسار بل ونتقدم بنفس المسار لنأخذ الحادثة الأولى ونرسم خطا بيانيا ما بين قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وإشارته إلى أن الصهاين سوف يضعفون سوف تتآكل قوتهم حتى يستعينوا بمارقة الروم ويأتي هؤلاء المارقة وهم الأمريكان يأتون لمساندتهم ولإعانتهم وتنزل جيوشهم في رملة فلسطين صورة الأولى التي أعطيت لنا في الروايات تشير إلى ضعف وإلى تآكل كما أن القرآن الكريم يشير أيضا إلى أن هؤلاء ستصل قواهم إلى درجة كبيرة ثم يبتدئون بالإنحدار وصولا إلى إرسال العباد الذين سيجنسون في الديار ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة وبالنتيجة يتبر ما علوا تتبيره هذا الخط المنحني يشير إليه القرآن والرواية أيضا تشير إلى أن هؤلاء تتعاضم قواهم ولكن من بعد ذلك سيتآكلون وصولا إلى هذه الحالة قبل أن يصلوا إلى حالة الهزيمة الكبرى الذي سيطاح ببني إسرائيل وستنتهي هذه الغدة السرطانية وستزول ويأتي عهد إمامنا المنتظى الروحي وأرواح العالمين له الفدة هذه النتيجة الروائية واقعنا عن ماذا يتحدث وطبيعة ما يجري هل ينبئنا بأن ثمة اتصال في الخط البياني ما بين الواقع وما بين طبيعة الأفق الذي رسمته الآيات الكريمة وطبيعة الأفق الذي أشارت إليه الرواية ما قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيحصل هذا الانهيار وسيستعينون بالأمريكان وما إلى ذلك تعالوا لنراقب المشهد بطريقة ليست لا يعبر عنها الإعلام المتطهين أو الإعلام الجبان أو إعلام الأنظمة الخائنة اليوم الأنظمة الخائنة أمامها غم كبرى لأنه مجموعة من الشباب استهدفتهم آليات عسكرية هائلة طائرات صواريخ ومسيرات وما إلى ذلك قوة مراقبة وقوة رصد تجسسية كبرى وضعت تحت خدمة هؤلاء وانتفض لها شباب لا يوجد هناك مقارنة بين قدرتهم التسلحية مع سلاح نهض من أجل إبادتهم ما الذي يحصل هذه الأنظمة ادعت أنها تقاتل الصهاينة منذ سنة 48 ودخلت كما هو المعلوم دخلوا في حروب كان مؤدى هذه الحروب خسارة من بعد خسارة وهزيمة من بعد هزيمة وما كان لنصر الصهاينة أن يتحقق لولا تلك الحروب المدعات التي قادتها هذه الأنظمة في سنة 48 أعلنوا عن دويلتهم وهزمت عليكم السلام هزمت الجيوش التي وقفت في قبالهم في سنة 67 أخذوا منا القدس وغير القدس وفي سنة 73 ضحك على العرب بمدعات أن الصهاينة انكسروا في سيناء في مؤامرة كانت تقتضي أن يعطى للمصريين نصرا من أجل أن يأخذوا منهم سلاما وفي قبال أن تعطى صحراء سيناء إلى المصريين تم إيجاد حرب 73 وبالنتيجة انتهى الأمر إلى أن يكتفى بالفلسطين يقال للفلسطينيين هذا الشأن شأنكم بعد ما شأن تريدون الفلوس منطيكم شوية 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 من الفلوس تحولت إلى عملية استعجار إلى عملية إيجاد بؤر مخابراتية إلى حالة تجسسية مضادة فيما بينهم نخروا في جسم المقاومة الفلسطينية بأساليب متعددة بحيث أن الفلسطينيين اكتشفوا أنهم لوحدهم في أرض المعركة مع كل ذلك لم ينهزم هؤلاء وبدأت ثمة أياد ابتعدت عن الواجهة ولكنها بدأت تمد بدأت تقوي بدأت تعضد في مسارات كانت فيها آلام ولا شك ولكن اليوم الصورة التي نجدها حينما تراقب الأنظمة أن هؤلاء الشباب هؤلاء الفتية يعاندون مع القوة الصهيونية بطريقة مذهلة جدا والقوة الصهيونية تبدو كأنها مقزمة ليست هي القوة العسكرية الكبيرة التي تحتفظ بتقنيات حربية متقدمة جدا كما هو واقعها على المستوى الرقمي أما على المستوى الواقعي الصهاينة اكتشفوا أن أسلحتهم في غالبيتها غير مثمرة وغير مجدية لأن الحرب هي حرب مع أفراد حرب مع مجموعات بإصطلاح حرب العصابات كالأسماك التي تسبح في بحر من الشعب لا يعرفون بالضبط من الذي يواجههم نعم حصلت خلال الأيام القليلة التي انصرمت من هذه المعركة أنهم اختالوا عددا من القيادات عددا من الشخصيات من الواضح أنهم تمكنوا من الوصول إلى معلومات استخبارية فسا إما نتيجة لحالة التجسس داخلي وإما للحالة المعروفة أن هناك إهمال في الاتصالات وهذه للأسف الناس كلها تستخدم هذا الإهمال هو اسلوب نتيجة للكسر نتيجة للتواني يستخدم التليفون تستخدم وسائل الاتصال عبر الأنترنت من دون الانتباه إلى أن المتجسس يسمع في التليفون كلما يجري من أحاديث بل كثير من التليفونات والبرامج حينما يطفأ ويغلق الجهاز يبقى هذا الجهاز يتجسس يستمع يسجل وكل حرف يجري يتم ضبطه وإرساله إلى الأجهزة المعنية التي تراقب وأعتقد ما كشفه إيلون ماسك خلال الأيام القليلة التي مضت من أن شركة الواتسا في برنامجها وضعت مايكروفون مخفي لا يكشف في أجهزة الاتصال وما لها علاقة في نفس التليفون ولكن هذا المايكروفون المخفي يتجسس على صاحب الاتصال من ألفه إلى يهائه لذلك بشكل طبيعي الاتصالات حينما تهمل بهذه الطريقة الناس أيضا تثرثر في كل قضية طبيعتها لذلك من خلال أجهزة مخابراتية وتجسسية متقدمة وتقنيات متقدمة ليس غريبا أن يحصل على عناوين هؤلاء خاصة أن الكثير منهم شخصيات معروفة ومشخصيات مجهولة وما كانوا من الجبن بحيث أنهم يغادرون مناطقهم ويغادرون مكاناتهم على أي حال رحمة الله عليهم استشهدوا ولكن هل أن هذا الأمر يستدعي أن نقول بأن ثمة انكسار يحطل أم أن علينا أن نراقب المشهد بطريقة مختلفة جدا ما الذي يجري في الاتجاه الآخر قتل الشهداء ليس غريبا على هذه الأمة لكن يكفينا أن نتطلع إلى أن ثورة الحسين عليه السلام قتل فيها كل القادة لم يتبقى أي قائد من هؤلاء كلهم استشهدوا ولكن استشهادهم ماذا كان ماذا فعل ماذا أنتج في التاريخ أنتج أمة اتخذت من هذه القيادات منصات لتحررها من الذل ولجرأتها على الباطل ولإقدامها لحفظ الحق وما إلى ذلك قصتنا مع الحسين عليه السلام تختزل طبيعة الآثار التي يمكن لنا أن نلاحظها في هذه الطبيعة إذا ما فرح الصهاينة بأنهم استطاعوا أن ينالوا من فلان ومن فلان وما إلى ذلك القاعدة الأساسية أن كل الذين يستشهدون إنما يستشهدون بقرار الرباني هذا أولاً والأمر الثاني أن هؤلاء الشهداء لهم تأثيرهم الذي يتأتى من بعد شهادتهم هم أحياء ولكن لا تشعرون أحياء عند ربهم يرزقون مو بمعنى أن أرواحهم ستكون في مستقر فيه حياة ورزق هذا مضمون للشهيد ولغير الشهيد من الأبرار ولكن ما يوجد من أثر في داخل الدنيا مما يترتب على دماء الشهداء وعلى نزيف الشهداء وعلى سقوط الشهداء هو الذي يشار إليه بأننا لا نشعر بحياتهم لأن حياتهم ستستمر وإلا الآن أنت أنظر إلى كثير من الشهداء قبل شهادتهم أنت لا تعرفهم بعد شهادتهم تحولوا إلى قدوة تحولوا إلى أسوة كثير من هؤلاء الشهداء تزار قبورهم من قبل أناس لم يعرفوا عنهم أي شيء يخلدون ويحتذا بهم ويقتذا بهم وما إلى ما يجري في فلسطين هو نفس القاعد أن هناك من يستشهد وليس الأمر بجديد قبل ذلك استشهد عندهم قيادات كثيرة جدا ما الذي حصل تتذكرون الطفل محمد الدرّ الذي قتله الصهاينة أمام شاشات التلفزيون وبمعية أبي محمد الدرّ طفل صبي عمره نعش أو أربواطعس سنة استشهد بهذه الطريقة هل انهزم الشعر نتيجة هذه الصورة المأساوية أم أننا بدأنا بدأنا نرى انتقالا من الحجارة إلى الرصاص إلى العبوات إلى القذائف إلى الصواريخ واليوم دخلت معادلة جديدة اسمها صواريخ أبعد مدى وقوة أكثر اقتدارا وفضيحة لكل الآليات التي ادعوا أنها تحمي السماء الصهيونية القبة الحديدية تعاملت مع القذائف تعاملت مع الميني كاتيوش وما إلى ذلك ولكنهم اكتشفوا أنهم لن يستطيعون كما أن العالم اكتشف أن ما تصوروا أن عهد الصواريخ انتهى من الجولة الأولى في غزة وإذا بهم يواجهون لحد أمس يتحدث الصهاينة عن سبعمائة وثلاثين قذيفة وصاروخ أطلق على الصهاينة والكثير منها خاصة البارحة واليوم الكثير منها سقطت على أهداف قبل ذلك كانت القوبة الحديدية تمنع من الوصول إلى هذه الأهداف النتيجة الدويلة الصهيونية معطلة منذ ثلاثة أو أربعة أيام وهم لا يعرفون متى تنتهي هذه القضية صحيح أنهم لا زالوا يتحدثون بمنطق أننا يجب علينا أن نستمر لأنهم دخلوا في مسار يتصورون أنهم يستطيعون أن ينهوا هذه المعادلة لكنهم فوجئوا بأن الأمور لم تتناقص بل تزايدت وأن الردع الذي كانوا يريدون أن يرمموهم كانت لديهم مشكلة قبل هذه الأحداث أنهم اكتشفوا أن قواهم الرادعة غير كافية لأن تؤمنهم من مخالبي ومن براثني أبطال فلسطين لكن الشيء الذي حصل أرادوا بهذه المعركة فقطعا أكو مآرب سياسية قطعا أكو قضاياهم الداخلية يحاولون أن يتغلبون عليها لكن اللي كان يهمهم أن يعالجون خلل في الذهنية الصهيونية في اتهامها للبنى الدفاعية أنها غير آمنة وغير رادعة وأيضا إلى طبيعة الخلل الذي حصل في البنية العسكرية باعتبار أن عدوهم لا زال يستأسد عليهم ولا زال يؤذيهم ولا زال بإمكانه أن يعيق حركتهم ويعيق أمانهم جاءوا بقضهم وقضيضهم وما إلى ذلك لكن النتيجة شنو من أربعة أيام من القصف المتواصل ومن الأذى المتواصل لم ينتج أي تراجع مع أنهم أرادوا إيجاد إخلال في المعادلة الصهيونية حينما قالوا بأننا نستهدف الجهاد الإسلامي دون غيره من الجهاد بهدف أن يفككوا في الموقف وأن عملية الاستفراد لعلها تؤدي إلى حالة من حالات التفكيك ما عبر عنه بالقيادة المشتركة أو ما إلى ذلك لكن القدر المتيقن أن الأمر لم يحصل بهذه الطريقة تكاتف الشعب أكثر الأطفال الفلسطينيين الصبيان الفلسطينيين رأيناهم من خلال الرشق الصاروخي من خلال حالة الشهداء وتشيع الشهداء أن إصرارهم وتبنيهم لخط الممانعة ولخط المقاومة ارتفع بشكل كبير جدا نعم قد ينظر إلى هذه الأمور وقد يزعم بأنه هذه مجرد شعارات لكن هذه الشعارات بدأت تنتج وكثير من الشهداء اللي جاي نشوف صورهم شباب شباب لا زالوا في يعني في تفجر قدرة الشباب بعدهم في أعمارهم الأولى وهذا يعنينا ذول هما نفسهم اللي طلعوا تظاهرات قبل ورتبوا أو رفعوا شعارات ضد الصهاينة ورحبوا بالمقاومة وقيل أن هؤلاء مجرد شعارات لكن هذه الشعارات تحولت إلى إرادات وتحولت إلى ناس قادة تبين هذا للصواريخ وذاك للمنطقة الفلانية وهذا مسؤول القذائب وهذا مسؤول الرصد ومائلات تبين كل هؤلاء دخلوا من بعد التظاهرات والشعارات واللافتات وما إلى ذلك دخلوا في المعترك العملي وما يهمني هنا باعتبار هذه استجالات تحصل دائما لكن هذا أثر أثر على الوجود الصهيوني يجب أن يحسب بشكل دقيق جدا على طبيعة الآلية العسكرية الصهيونية ومدى تأثيرها في حفظ هؤلاء يجب أن يرصد جيدا وعلى التشخيص الصهيوني في طبيعة الأسباب التي أدت إلى أن أعداءهم يتعاض موجودهم الآن ناتنياهو كل ما يقلع شي يقول يقول المشكلة بإيران إيران هي التي تدعم إيران هي التي تقوي إيران هي التي تضطي إيران هي هي تدرب وما إلى ذلك وإيران لا يكتفي بذلك بل بعدها تنقل أسلحة وتنقل صواريخ وتنقل مدربين وإلى آخر هنا أن يتهمون دولة أخرى مو مشكلة دائما الاتهامات موجودة لكن أن الدولة المتهمة تقول بأنها نعم هي التي فعلت هي التي فعلت ونحن مستعدون لأن نفعل أكثر من ذلك وتقول للفاعلين استمروا استمروا نحن وراءكم وفي كلمة وراءكم هناك مصداقية عالية اكتشفها نفس هؤلاء الذين يقاومون يعني قبل كانت السعودية تقول لهم إحنا وراكم مصر تقول لهم إحنا وراكم الهردنين يقول لهم إحنا وراكم لكن من رادوهم في وقت المحنة ما وجدوهم أما اليوم لا تبين آثار قاسم سليماني آثار عماد مغنية آثار مصطفى بدر الدين آثار كثير من أفذاذ هذه الأمة المنتظرة تبين أنهم قد وصلوا إلى مرامي كبيرة جدا مما عطل قدرات كبيرة جدا هذه القضية لو أخذت من هذه الزاوية ونظر إليها بالأبعاد المستقبلية هل سيتراجع الداعمون لن يتراجع هل سيتراجع الفاعلون لن يتراجع وبالنتيجة هذه القوة التي تسمى ردعا هل بإمكانهم أن يستمرون بها أنت أنظر البراق اللي استخدموه أمس قيمت من الناحية المادية ربما لما تتجاوز عدة آلاف من الدولارات يطلق عليه صواريخ أو تستخدم قبة تكلف ملايين الدولارات في نظري ونظرة كأنه هذه فلوس مو مهمة المهم حفظ البشر لكن في نظر الصهاين المسألة ليست بهذه الطريقة وليست بهذه الشكل في البداية أطلقت الصواريخ أسقطتها القبة الحديدية لكن بعد ذلك القبة الحديدية مثل رجل كان كبير أصبح كبير بالعمر كل ما أراد أن ينهض بنفسه ما قدر مرة مرتين ثلاثة بعد ذلك شاهد روحها ما يقدر ما يقدر يقاوم ويستمر هذا اللي شفنا خلال اليوم والبارحة بالليل في أن الصواريخ بدأت تتساقط في داخل بناء هؤلاء في داخل مختصبات هؤلاء مما يسمى بالمستوطنات وما إلى ذلك وبدأ الإسرائيلي يشعر بأنه لا أمان له طبعا من نقول أن الصهيون يشعر بأنه لا أمان له لا تقيسوها على أنفسكم نحن هنا تعرضنا إلى سيارات مفخخة تعرضنا إلى انتحارين تعرضنا إلى قصف تعرضنا إلى أشكال لكن نحن في بلدنا أما هذا الصهيوني جاي من عنده جواز ثاني شغلة موجودة في البلد الآخر إمكانات العمل موجودة في المكانات الأخرى بإمكانه بمنتهى السهولة أن يغادر خاصة أنه كما أشرت من قبل إلى أن هؤلاء وقعوا في نفس الفخ الذي نصبوه لنا أوجدوا لنا الأفكار العلمانية المناهج العلمانية لإخراجنا من ربيقة الدين من منظومة الدين لكن هم وقعوا فيها اليوم الخلاف الموجود ما بين نتنياه وما بين الأحزاب المضادة خلاف على ماذا خلاف على أن تنتصر العلمانية عندهم أو ينتصر البعد الطائفي المتطرف لدى هؤلاء ولذلك هؤلاء لما يكونون بهذه العقل إذن مسألة صمود هؤلاء وبقاءهم مسألة ليست سهلة طبعا خلال اليومين أو الثلاثة الأولى حقيقة الفلسطينيين لعبوا دورا لافتا للنظر مبهرا حقيقة حينما صبروا وبقى الإسرائيلي يتساءل ما الذي سيفعلونه بقوا عايشين قلق ثلاثة أيام ما يدروا ما يدروا يساوهم بالملاجئ أيضا ما سيساوهم ذلك بها طريقة سينتقمون بها طريقة سيردون وكل ما بدأ طائرات هم تقصف وقال هؤلاء بأنهم يريدون أن يتنفس الصعداء وجدوا أن هذا الذي يقاتل على الأرض لا زال يقاتل كلما قتل أحد من هؤلاء تبين القصة الصواريخ ما مربوطة بأن يقتل هذا القائد أو يقتل ذلك عشرات القيادات عشرات الأشخاص مدربين وموضوعين على أهبة الاستعداد حقيقة البالحة منظر يفترض أن يلاحظ بالمنظر الاستراتيجي ليس بالمنظر منظر لحوالي 27 صاروخ ينطلقون في وقت واحد وين هذا المنظر في الوقت للأقمار الصناعية الطائرات المسيرات فوق رؤوس أن تجي مجموعة جايبة صواريخ وتطلق بهذه الطريقة وعينك عينك الصاروخ من ينطلق ما ينطلق بالسكتة وإنما ينطلق بصوت وصورة وميض وما إلى ذلك بحيث يجرب الانتباه أين أجهزت رصد هؤلاء ولماذا فشلوا يضربون الأراضي الزراعية بعنوان أنه هاي الأراضي فيها مخابة وفيها مخازن وما إلى ذلك بعد ذلك يتبين المخازن أطلقت صواريخ منا منا كل شوية منطقة تتحرك وكل شوية هذا كل يجب أن يدرس من خلال الأفق الذي أشير إليه في رواياتنا هل أنت ظهائنة يضعفون بهذه الأحداث أم أنهم يبرزون قوة حقيقة دولة لديها قدرات عسكرية هائلة حينما تخوض معركة بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة هي دولة لن يكون لها نصيب من القوة يمكن أن يؤمن هذه الدولة فما بالك لو أننا وجدنا أن هؤلاء يحاربون مجموعة من الشباب محاصرين ضمن بقعة جغرافية صغيرة جداً ضمن إمكانات ليس بقدرتها أن تتوسع يعني يمكن مثلاً في مكان أنت قدرته التجارية أن يستوعب ألف دولار لو أريد أنطيك عشرة آلاف دولار أنت العشرة آلاف زايدة ما تقدر تستخدمها لأنه قدرة الاستيعاب هي لألف مع كل ذلك هذه المنطقة الصغيرة المرصودة اللي بيها عملاء كثيرين أيضاً إلى الطرف المقابل وما إلى ذلك لكن مع كل ذلك ما قدروا اليوم شلونك إذا قلنا أنه أكو سبعمية وثلاثين قذيفة أطلقت وصاروخ أطلق من خلال هذه المنطقة الصغيرة ماذا لو أن المنطقة الأخرى اللي هي نفس تعبير الصهاينة يقولون أن حزب الله لوحده من لبنان يمكن أن يطلق عشرين ألف صاروخ في اليوم الواحد يا قبة حديدية يا قبة حديدية تنجدهم يا آليات عسكرية تنجدهم لذلك تحذيرهم من الضرورة توخي الحذر من الإنجرار إلى حرب شاملة هذه الكلمة تعني أن كل الساحات تتحرك عليهم إذا أضفت إلى حزب الله حرس الثورة وإذا أضفت إلى حرس الثورة المجاهدين العراقيين وإذا أضفت أنصار الله وإذا أضفت القوى أخرى ليست معلنة بعد وقدرات وقدرات لم تدخل لحد الآن في دائرة الإعلام وفي دائرة الضوء ما الذي يمكن أن يعبر هذا الأمر عن مشهدي المستقبل الصهيوني لا نتحدث من فراغ ولا نتحدث عن أماني وإنما نتحدث عن واقع ضمن الواقع الموضوعي في أننا نسير باتجاه اندحار هؤلاء هنا لا بد لي من أن أخاطب أعزتنا في فلسطين مع أنه من الواضح ومن اليقين بأننا معهم لكن القدر المتيقن أنكم تنتصرون حتى مع هذه الدماء التي تنزف هذه الدماء التي نزفت من شهداء فلسطين هي بعنوانها الرصيد الذي سيمد المقاومة وسيمد الجهاد بالمزيد من إرادة التحدي وإرادة الإقدام وإرادة الثبات وبمزيد من الشرف والإعلاء لكلمة هذه الأمة أمنياتنا ودعاءنا في أن تستمر نحن معكم وأملنا في أن يبقى الثبات واحداً والموقف واحداً وتبقى كل الجبهات تتعاطى مع العدو الواحد لأنه اليوم لو قال بأنه يريد الفئة الأخرى فليس إلا بنفس المنطق الذي كان ذاك الذي أراد أن يأكل الثور الأسود والثور الأبيض وقيل للأخير متى أكلت؟ قال منذ أن أكل الثور الأبيض أول واحد أكله أنا تراقيت بي أنا أكلت كذلك الموضوع وإن كان الحمد لله ما يصلنا من وحدة الموقف يشعرنا بزهوة يشعرنا بإطمئنان ولكن مع كل ذلك هذا النصر يحتاج إلى وقود يحتاج إلى ثمن ومن بعده سيأتي دور العباد الذين وعدكم الله سبحانه وتعالى بهم وهنيئا لكم أن تكونوا أنتم من جملة هؤلاء العباد الذين سيدخلون المسجد أول مرة ويتبر ما علوا تتبيرا النصر محتوم لكم مهدينا على الأثر قرآننا يتحدث بشكل مباشر بهذه القضية والشروط التي أشار إليها القرآن لهزيمة هؤلاء كلها متوفرة وكلها أصبحت أمام مرأة العين أنتم على موعد مع ثلاثة عوامل ونحن نراكم من جملة هذه العوامل التي أشار إليها القرآن الكريم هؤلاء لا وثاقة لتحالفاتهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله سبحانه وتعالى لن يوفقوا وهؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم وأنتم ترونهم كيف يقعلون ذلك مع أن نتنياهو يحاول أن يجمع أو يسقط المعارضة ضده من خلال هذه الأفعال ولكن من اليوم بدأت أعلام المعارضة تعود إلى الواجهة وتحاول أن تتغلب على المشهد الأمني لإبراز موقف المعارضة والأمر الثالث وهو حصتكم أن بيوتهم تخرب بأيديهم وأيدي المؤمنين هذه الحصة هنيئة لكم بها ونسأل الله أن نوثق نحن إلى أن نكون من جملة هؤلاء الذين يخربون في ديار هؤلاء أنا أناشد أخواني المنتظرين أخواني المتطلعين إلى كل هذه المشاهد المرتبطة بالقضية المهدوية عليهم أن ينظروا إلى الأمر بالبعد الاستراتيجي نصرة هؤلاء واجبة الوقوف معهم بالإعلام بالكلمة بأي طريقة كانت مهمة للغاية وهي مشاركة في التمهيد إلى الإمام صلوات الله وسلام عليكم كل واحد طبعا حسب قدرته حسب مكنته ولكن لا تعتبر أن القضية تجري في صاحة غير صاحة الإمام انتصار الأخوة ثباتهم وصمودهم وتحديهم هو انتصار لنا وثبات لنا لأن جبهاتنا كلها متداخلة مع بعضها البعض وحكاية أن يفككوا بين هذا وبين ذاك يجب أن لا تمرر علينا لأن العدو يريدنا جميعا اليوم إذا تخلص من المجموعة الفلانية سيأتي إلى المجموعة الأخرى والمطلبنا أن المجموعة الأولى لو استهدفت على كل المجامع أن تقف تساند تحمي تدافع لأن العدو مأربه في أن يستفرد بواحد من أجل أن يستقوي على الآخرين بينما لو أن الآخرين كلهم استقووا على بعضها على هذا العدو سوف يتمكنون من دحره ناهيكم عن طبيعة يجب أن تلاحظ حكاية هذا الغرب الكاذب حكاية هذا الغرب الذي يبكي على الطفولة ويبكي على المدنيين ويبكي على العزل وما إلى ذلك لماذا هذا البكاء يتوقف حينما يكون القاتل للمدني وللعزل وللأطفال وما إلى ذلك هو الصيوني هذه رسالة يجب أن تفهم من قبل أولئكم الذين لا زالوا يتمسكون بحكاية الغرب وأن الغرب يقدم الإبرالية والحرية وما إلى ذلك عليهم أن يعودوا لأنفسهم ليكتشفوا أن كل هذه الأمور ما هي إلا حكاية وإلا أداة في مشروع استلاب هويات الأمم والتدخل في شؤونها الغرب يحارب الإرهاب مع أنه هو الذي أنشأ الإرهاب لما يحارب الإرهاب لأنه جعل شعار محاربة الإرهاب سبيلا لكي يتدخل في الآخرين الغرب يريد حرية الرأي لماذا لا يعمل بحرية الرأي في داخله لماذا حينما تنتخب بناتنا الحجاب لا يقبلون بحجابهن لماذا حينما يتحدثون عن حقوق في بلادهم يمنع الحديث تماما بتعبير كاميرون وزير الرئيس الوزراء الأسبق البريطاني حينما يقول حينما تصل الأمور إلى الأمن لا تحدثون بحقوق الإنسان إشارة إلى طبيعة أعمال هؤلاء وكذبهم في شعاراتهم كل هذا الحديث اليوم الطفولة تقتل عشرات الأطفال قتلوا معا في بيوتهم آمنين عزلا ولكن النتيجة لم ينبس أحد من هؤلاء ببنت شفر بل حتى هذا المشغول كل هذه الفترة الأمين العام للأمم المتحدة المشغول بأن يقلق على القضية الفلانية حتى هذا المقدار ما عبر عنه وهذه إشارة إلى كل أخوارنا وأعزتنا أنتم لوحدكم مع الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة لا تطمئنوا لأحد قودوا معركتكم الله سبحانه وتعالى سيوفقكم إلى ذلك بشكل سريع ما يعني ما يطين الوقت المجال في أن أتحدث عن المشهد السوري برمته لكن أشير بإشارة عاجلة ربما أعالجها إن شاء الله تعالى في حديث لاحق كما أنه أشير أيضا إلى قضية الحجاز بالنسبة إلى سوريا أخوة سوريا بدأت ترجع إلى الجامعة العربية وما إلى ذلك لكن اللي يلاحظ أن هذا الأمر يجري بعناد مع الأمريكان والأمريكيين لا زالوا يصرحون مع الأوروبيين بأنهم لا يقبلون وأن هذه الأعمال خاطئة وما إلى ذلك ويجب عدم التطبيع مع الوضع السوري حس اللي رجعوا من هم الذين أسسوا للفتنة في داخل سوريا وهذا هو بحد ذاته هو انتصار إلى السوريين لكن هل انتهت الفتنة سوريا سبق إلى أن أشرت عدة مرات مشكلت تبتدأ حينما تتقوى لن يسمح لها بأن تكون قوية لذلك حينما تخرج من هذه الفتنة وعكازتها الرئيسية على دول لها موقف مضاد إلى المشروع الاستعماري في المنطقة إيران روسيا وما إلى ذلك هل يمكن لنا أن نتصور أن الأمريكي سوف يجلس ينظر ويراقب المشهد من دون أن يتحرك لأي شيء من الأشياء بعد أن وجد أن كل المشاريع التي خاض بها فشلت سقط مشروع المجاميع المسلحة اليوم تركيا دخلت في حوار عنصر الرئيسي هي كيف تصل إلى النفط السوري عنصر الرئيسي وكيف تؤمن نفسها من الفصائل الكردية وما إلى ذلك لذلك حكاية الفصائل المسلحة الموجودة في إدلب وما إلى ذلك قصة وقت قصة زمان ليس إلا أما المشروع السياسي سقط الآن ماكو مشروع سياسي يهدد الوضع السوري من خلال ما كان قبل ذلك مطروح سعودية من دخلت بهذا الموضوع والإمارات دخلت فيها كانت الأموال الأساسية التي جندت في سوريا ضد الوضع من هؤلاء اليوم دخلوا في عالم آخر من دخلوا في عالم آخر أكو دولة لحد الآن لن يمكنها أن تبقى تراقب سوف تتآمر في قضية السفياني الذي سوف يكون هو أو في تعبير الروايات هو المستقبل الذي ستتجه إليه سوريا بعد الفتنة السفياني ما هو وصفه في هذه الروايات يأتي متنصرا يأتي وفي عنقه صليب من أين هو يأتي من داخل البيئة التي تؤسس للنظام السياسي هذا الرجل حينما ينادي ثاري ثم النار إشارة أي ثار عن ماذا يتحدث الثار يتحدث صاحبه عن وجود قضية له أخذت منه لذلك في تقديري أن الحذر من المشاريع العربية الآن أصبح متواطر هذه المشاريع سقطت مشروع قطر مهما عنده مرتبطين بتركيا وهو في اتجاه الزوال مشروع السعودية مشروع الإمارات كلها انتهت لكن يبقى مشروع التآمر من الداخل من نفس بيئة النظام السياسي لذلك الحذر الحذر من أي تراخن لأن القادم هو مشروع الغرب المتآمر من الداخل القادم هو التآمر الداخلي الذي سوف يستغل الأزمة الاقتصادية وسوف يستغل الأزمة الاجتماعية وسوف يستغل وجود أعداد كبيرة من المسلحين سيتمردون على أصحابهم السابقين صار عندهم فلوس صار عندهم سلاح إذا قطعت الإمدادات من الطرف الأجنبي هؤلاء صار عندهم نفوذ وعيدهم مصالح وما إلى ذلك لن يتركوها بسهولة سوف يتعكز عليها المشروع الذي سوف يسمى بمشروع السفياني وهو ليس إلا مؤامرة داخلية يأتي رجلها من الخارج لكي وهو محمل بالوعود وبالدعم المتنصر الغربي من أجل إسقاط هذا الوجود قصة السفياني لم تذهب برجوع السوريا إلى الجامعة العربية وإلى الوضع الدبلوماسي وإنما في تقديري بدأت الخطوات العملية الأولى للتأسيس الجاد لهذا المشروع كيف ما نتوقع من الأمريكيين أن في يوم وضحاها يأسسوا للمشروع وإنما علينا كما أنه في مثال سوريا أيضا في مثال الحجاز خالفهم محمد بن سلمان ومن انتظر من عندهم في نفس يوم المخالفة أن يبدون موقفا سوف يتجهون لاختبار مصادرهم اختبار مناطق نفوذهم عند هذه الشخصية عند ذيك العشيرة عند هذا البيت عند ذيك القبيلة وبعد ذلك تبتدع عملية تحريك العناصر الداخلية للوصول إلى ماذا في الحجاز الروايات تتحدث عن فتنة داخلية ما بين الأمراء أنفسهم لن تبقي لأمير موقفا قويا وإنما سيؤلب عليه أمير آخر والساحة فيها من الإغراء ما يجعل الكثيرين يطمعون في أن ينالون نيلا خاصة إذا ما تم النيل من أحدهم يصبح في مقدور الآخر أن لا يعيش اليأس يمكن أن يغدر بغيره ومسيرتهم هي غدر بغدر وتعبير الروايات بأنه سوف يذهب حكم السنين ولن يبقى إلا حكم الأشهر وما إلى ذلك هذا التعبير نحن مقبلون عليه بشكل جاد خلال الفترة القريبة المصار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريرنا تلك الأيام التي نشعر بها بإعزاز هذه الأمة وبذل هذه القوى على المستوى العالمي لا زال العالم يتقدم بمجون كبير وبعربدة كبيرة وباستفزاز كبير وحقيقة وحقيقة يمكن لي أن أستعيد كلمة قلتها لعله قبل سبع أو اثمان سنين قلت لم يتوفر للعالم قيادات لديها من النزق ولديها من المغامرة ولديها من عدم الخبر كما تتوفر الآن ومن نعم الله سبحانه وتعالى أنه نرى أن هؤلاء كيف يخربون بيوتهم بأيديهم وكيف يؤسسون لكل عناصر الخراب التي تجري في داخلهم والتي سوف تؤدي بالمآل إلى أن يقعوا ببعضهم الموعد الكبير الذي الآن الدول الأوروبية موعود به والأمريكيين موعودين به خريف هذه الانهيار الاقتصادي الكبير تخوف هائل جدا موجود ما الذي سيجري ما الذي سيحصل أنا قلت بأن الحروب الكبرى قد تبتد بفتيل صغير يؤدي إلى إشعاله ربما من خلال فتاة من خلال قصة حادثة بسيطة لكنها تفتح بوابات جهنم على هذه البلدان كما رأيناها في الحرب العالمية الأولى كيف أن فتاة صربي يقتل المستشار النمساوي والمستشار النمساوي يؤدي قتله إلى أن تقع الدول ببعضها وتقبل ما تقبل غمض عين افتح عين عشرين مليون إنسان ذهبوا ضحية حادث صغير هل هو الحادث هو الذي تسبب بهذه الأمر لا وإنما هذه التراكمات واللي الآن نحن جاء نشوف تراكمات أضيفة لبعضها واحتاجت إلى من يشعل فتيل الأزمة وحينما اشتعل فتيل الأزمة لم يؤسس للحرب العالمية الأولى وإنما فتح الأبواب للحرب العالمية الثانية الآن بوجود كل هؤلاء حرب السودان ليست خارج عن هذا الإطار يعني اللي يتصور أن حرب السودان هي استثناء من هذه الأحداث هي لازالت حرب للصراع ما بين الإمارات وما بين السعودية والمصالح الأمريكية دولة فيها ذهب وفيها من الموارد التي لا يمكن أن يتسامح بها دولة فيها موانئ تحتاجها أمريكا وتحتاجها الدولة الصهيونية وما إلى ذلك لا يمكن لنا أن نستشعر بأنها يمكن لها أن تعيش بأمان نفس الشيء اللي صار في ليبيا الآن جاء يتكرر في داخل السودان المرمر الإسرائيلي أي دولة فيها جيش يمكن له أن يقاتل يجب أن تضعف يجب أن تزول قدراتها وأعتقد أن مصر سوف تقتلى بنفس البلاء مع الأيام مع وجود حكومة ضعيفة وحكومة غير قادرة على أن تكسب الوضع الشعبي مع ظروف اقتصادية يعني تتهاوى شيئا فشيئا أعتقد أن مصير مصر ليس استثناءا من هذه الحلقات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذه الأمة بفضيحة الاستكبار العالمي وبوعي هذه الأمة لطبيعة عدوها الذي لو نظرت إليه بشكل دقيق وإلى واقعها ستجد أن الغالبية العظمى من مشاكلها هو هذا العدو الذي يتحدث الآن بضرورة تحقيق العدالة بعد أن سلبها منهم وبضرورة تحقيق التنمية بعد أن سرق مواردهم وسرق قدراتهم والحمد لله أولا وآخرا وصلواته وسلامه على رسوله وآله أبدا اللهم وصلبه على محمد وآله محمد